بسم الله الرحمن الرحيم ده هيبقى الفيديو رقم ثلاثة هنكمل اللي احنا بدأناه في اخر مرة احنا اخر مرة شرحنا المصفت وعملنا منها لوجيك جيتس لوجيك جيتس قولنا هنعمل منها لوجيك سيركيت وبالتالي هنوصل لمرحلة الكمبيوتر نبدأ باللوجيك سيركيت ده ريفيو سريع عليها انا مش هشرحها بالتفصيل المفروض الكلام ده اخدته قبل كده في سنة اولى لو عايزين ريفيو سريع عليه في الانترنت مليان ده الوجيك سيركيت ادر الادر بيجمع رقمين ازاي دلوقتي الانسان عمتا يقدر يجمع اي رقمين يفهمهم خمسة زائد ستة ايا كان اي رقمين يقدر اجمعهم لكن الكمبيوتر ما يقدرش يفهم يعني ايه خمسة ويعني ايه ستة هو محتاج انك تديله الرقمين ده بايناري في كهربا ولا ما فيش كهربا في خمسة فولت او ثلاثة باينت ثلاثة فولت ولا ما فيش ولا في زيرو فولت بالنسبة له الموضوع ده بيتمثل بزيرو وان فانا هجمع رقمين هجمع خمسة زائد واحد هجمعهم ازاي عندي الرقم اللي بيمثل اه خمسة هو عبارة عن ايه واحد زيرو واحد والرقم اللي بيمثل واحد هو عبارة عن ايه واحد زيرو زيرو طبعا ما تكلمتش عن نامبرينج سيستم انا قلت ان انا اوفر الوقت وانها كده كده مشروحة كتير على الانترنت وانتو خدتوها في سنة اولى فلو في مشكلة فيها ياريت ترجعوها تاني من اي متارك طيب هتجمع الرقمين دولت هتلاقي ان المفروض يطلع لك زيرو وان وان ده رقم ستة طب تعال نشوف هيجمعها ازاي هنحط الرقم الاولاني ونحط الرقم التاني اهو هنجمع واحد زائد واحد زيرو الكاري واحد هيبقى عليهم هطلعوا واحد والكاري زيرو هنكمل واحد زائد زيرو هطلع واحد والكاري زيرو في الاخر يبقى ده الرقم الا انا少し بالاخر انا كده جمعت رقمين غير بالكمبيوتر هو فيهم يعني ايه خمسة ويعني ايه ست تمام في الدايرة تانية تمبراتور ويعايز يعرف الرقم انا مثلا عارف ان خمسة بتساوي خمسة يعني هم الرقمين دولت زي بعض هو يعرف ازاي ماها انا انا 진짜 يعرف ذي بقى ايه اه واحد زيرو زيرو واحد ده بيمثل رقم. هل هو الرقم ده محتاج دايرة لوجيك سيركت انها تفهمه. فده كمبراتور. طبعا في حاجة اسمها فور بيت. في حاجة اه او اين كان في ايد بيت. دي حسب الرقم اللي عندي. ممكن يبقى الرقم ايد بيت. فانا الرقم كبير فانا محتاج ايد بيت كمبراتور. ده فور بيت كمبراتور. زي ما انتم شايفين بيجمع ده مثلا ايز ديت. مثلا ايز 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 ا الفكرة منها انها اول جزء من الميموري هو الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه الرام والرام والكلام ده هي بيتكون من الفكرة منها ايه انا بخزن داتا بحط الداتا اللي انا عايزها هنا وبعد كده بضيف قلوك احنا اتكلمنا على قلوك قبل كده ونعيد عليها لما اعمل كده الاوبوت بتاعي هيبقى هو الداتا هنا هيبقى يفضل متخزن عادي طيب تعال نشوف الكلام ده دولة تمانية بقت دولة تمانية بقت انا عايز احط الرقم ده واحد 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 في الميموري اه هعمل كده ازاي هضيف اول حاجة القلوك القلوك احنا قلنا بتشتغل رايزن جاجة او فولن جاجة ايه كانت بس دي القلوك بتفضل تكرر وقلنا اتكلمنا على السرعات بتاعتها ولسه في فيديوهات قدام هنتكلم عليها اكتر ونفهمها بشكل افضل طيب او لما نعمل كده ايه اللي هيحصل الثانية اللي فيها هيبدأ ان الداتا اللي كانت هنا تتنقل هنا تمام الكمبيوتر بقى احنا اتكلمنا كده وصلنا لكل حاجة اللي عملنا وعملنا وفي الاخر هنجمع ملايين من وفي الاخر نعمل كمبيوتر طب هنعمل ايه في الكمبيوتر بشكل محدد تعالى نشوف هنعمل جزء من البروسيسور جزء من البروسيسور اسمه او الارثماتيك لوجيك يونت بتعتبر بتعمل كل العمليات اللي انا شرحتها قبل كده ايه الفكرة منها كلها بدخل لها رقمين رقم انتجر هنا يعني رقم صحيح وهنا برضو وبقى اختار العملية اللي عايزها عايزك تجمع عايزك تطرح عايزك اه تضرب عايزك تعمل اي حاجة هو بيطلع لي الريزلت في الاخر للكمبيوتر عشان يعمل عليها عمليات تانية دي واحدة مهمة جدا في الكمبيوتر طيب لو انا عندي رقم كسر عايز ان انا اا اعمل له اي عملية من العمليات ديت في حاجة تانية اسمها او فلوت بوينت يونت دي موجودة في اه مايكرو كنترولرز كتيرة بس في مايكرو كنترولر ما فيهش الموضوع ده ما بيحتاجش ان هو يعمل كده هنتكلم على الموضوع ده اكتر بعدين بس اللي انا عايزك تعرفه هو شوية مسميات ان في حاجة اسمها وفي حاجة تانية اسمها او فلوت بوينت يونت الكلام ده كله العمليات دي كلها ممكن يحصل فيها مشاكل فبتتسجل في register معين اسمه status register ممكن يقول لي حصل overflow ممكن يقول لي حصل zero crossing ممكن يقول لي حصل حاجات كتيرة بتفرق معي فالstatus register ده عايزك تفتكر الكلمة ديت وهنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده طيب الارثماتيك اللوجيك يونت لو انت شفتها هتبقى بتتكون من حاجة بالشكل ده بس طبعا على اكبر اه ومعقدة شوية من دوائر اه كتير بس هي نفس الافكار نفس logic gates and و or و not والحاجات دي كلها مفيش حاجة تغيرت فعلشان كده ديت الاساسيات خالص طيب الارثماتيك لوجيك يونت دي بتعمل ايه بتعمل شوية حاجات اول حاجة بتعمل وبتعمل بين اي رقمين دي الدوائر اللي احنا اتكلمنا عليها بالكده بتعمل حاجة اسمها اكيد خدتها في الديشتال طبعا انت عارف ان الكمبيوتر ما بيعرفش يطرح اه هو بيحول اول الرقم وبعد كده يجمعه بتعمل وبتعمل دي حاجة اسمها طيب تاني حاجة بتعملها بتعمل حاجة اسمها بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل لها الرقمين وتقوله عامل لي اند اللي الرقمين دولت او اورينك او هكذا فتبدأ تعمل الكلام ده كله بتشفت اوبريشن مش هتكلم عليها دلوقتي علشان ما اتش الموضوع شوية والكلام ده كله انا عايزك بس تبقى اسمعت عنه مش عايزك تبقى حافظه او يعني تبقى فاهم كل كلمة فيه انا عايزك تسمع ان في حاجة مسلا اسمها ايه ال يو في حاجة تانية اسمها اف ال يو دايما في اا مايكرو كنترولر تلاقي مثلا في الدسكريبشن بتاعه فيه فلوت بوينت يونت بتخليين هو يعرف في عامل بروسسنج لاي فلوت بوينت نمبر او اي حاجة الكلام ده تبقى اسمعت عنه وخلاص والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل شكرا